اشتركوا في القناة وصراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبسند مشايخنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم المتصل إلى سيدنا الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم سبعون رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزيتنا علما وخلقا ولهفنا بأبادك الصالحين إن شاء الله مختصر إمام البخارينا سحيحلرنا مختصر كتابنا وقشتكنا دورمزنا دوام اتترمز إن شاء الله شيخمز محمد لله حفظ الله إمام بخاري رحمت الله عاليكي قدر بلغن متصل سندلر بلغن روائت قلب ايتمز إشام أتستان روائت قلب إشار رضي الله عنها شندهي دللر 25-يباق الله ورسولين جاقرقى جاوة برغن لر حقيدة إشار رضي الله عنها ايتمز إلعى جراحة يتكندن كين هم الله ورسولين جاقرقى جاوة برغن لردر إلعى در يحشدك وطقوى قل لردر بيك أجر بردر آيات حقيدة روائت شندهي دلر إي جنم أتين زبير و أبو بكر هم وشالردن إدا إحطتكنا رسول الله عاليه وسولم جاوة موسيبت يتكند مشرقر كتكت وزات أولارنا قيتب كتكتند خفصراب أولارنا زدان كي مارا دا شنده أولارنا موسلمان لردن 70 مشاقل دا أولارنا إجاد أبو بكر وزبير هم بار إدا وبيهي إليه قال عن جابير رضي الله عنه قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعوال فضراب في الكديية فعاد كثيبا أهيال أبضلواحد إبنى أيمان أتستان روائت قلالي مين جابر رضي الله عنهونين ألدقى كيلغن إدام أو بنده ديدي بس خندق قنى چقر قزياتكين إدام قططق ير چيخيب قلد شوند رسول الله صلى الله عليه وسلم ألدقى كيلب خندق دي بنده قططق ير چيخيب قلد ديشد مزاد من أزم تشامن ديديلر دي أرلالردان تردلر قرنلارك تشباقلان إدام تشباقلان إدام 3 كندن برى تشطط مغن إدام نبي صلى الله عليه وسلم چكشنا أليب برزربي أرددلر شونده او قم بوليب ساكلب وقالانيب كتت وبيهي إليه قال عن سليمان ابن سوردن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا سليمان ابن سوردن روائت قلند أحزاب قنى نبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده أعزا جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيئا بعده أبو هريره رضي الله عنه دن روائت قلند رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب الأحزاب وغلب الأحزاب فأتا على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو قال إلى خيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتلوا مقاتلتهم و تسبي ثراريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك أبو سيد حدري رضي الله عنه قالت ولا تتحدث مع أشياءً لديكى أشهدون هنا. ثم البلدين أحدهم في طبيعة الحكمية كنت أحدهم الفكر الأنثال. وصداد ذلك ، وعلى البداية عن مصابة الأمر أصحابها. قال بأن الأشهاد سيء اصحابه بك undersه الليلة. وإلى الشهر سيء اصحابه معك السيء في الطبيعة. وَبِهِ إِلَيْهِ قَالَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاع غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ عَزَاتِ حَقِدَهِ حَدِيث وَبِهِ إِلَيْهِ قَالَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاتٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ فَبَيْنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايِ وَسَقَطَتْ أَظْوَارِي وَكُنَّا نَلُفْهُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقُ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَا الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا ابو بردادن روائت قلند. ابو موسى رضي الله عنه شندي ده دمر. نَبِي سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِلَنْ بِرْجَى بِرْغَزَتْكِ چِيخْتِكِ بِز 6 نَفَرِ ادِكِ بِتِّ تُيَمِز بَرْبُولِبْ اُنَا نَوْبَتْ مَنَا نَوْبَتْ مِنَرِ ادِكِ اَيَقْلَرِمِزْ يَارُلِبْ كَتْتِ نَوْبِه يَارُلِ اللَّهُ أَيَقْلَرِمْ يَارَلِبْ تَرنَقْلَرِمْ كُوْجُبَ بِمَتْبِ بالوŞ Oreo 의هِ powerful عمل上面 Natalie ببَخارطة ن番��면 resent bathroom وَسَلَّتُ لひا كُقْتَتِ встречتятиً أبو موسى هذا البرترة وقالوا بمساة. وقالوا بمساة وقالوا بمساة. وقالوا بمساة وقالوا بمساة وقالوا بمساة. وفيه إليه قال عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلات الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة ويجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلما بهم صالح ابن حووات ذات الرقاء كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف نمازه وقالوا بهم كورجان كشيدا رواءت قلدا. بر طائفة كشيلر اوزات بلن برغي سف تارتشد. باشتا بر طائفة إسا دشمن قرصده إدى. اوزات وزلار بلن برغي بلغي طائفة بلن بر ركعة وقالوا بهم. ثم ثم دشمن قيمة تلتشد. ثم اوزات. ثم اوزات سف تلتشد. ك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفة قال جابر فنمنا نومه ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترت سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنان ابن أبو سنان دو ألي دن روايط قلنده جابر ابن أبو الله رضي الله عنه ما خبر قلده أبو الله عنه ما خبر قلده أبو الله عنه ما خبر قلده وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوه ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ابن محيريز دن روايط قلنده مسجدك كردن أبو سعيد خدريني كورد أبو سعيد خدريني كورد أبو سعيد خدريني كورده أبو سعيد خدريني كورده أبو سعيد ده رسول صلى الله عليه وسلم بلان برغى بني مستريق غزواتيك بعضنا على خدريني Hakزواتيك و Sergei المحيظة أبو سعيدنا وانطريني بأن اذهب أجل قلشنا إستعيي، أجل قلماكي ذلك وأجل قبل أن تراهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل قلوم برغى أجل قلاتيك برغى هذا يمكن أحيوة وضعه فقالة قلشك له وضع قيامة لغترقين لفتيت قالت لك اما ما قبل وفتيت أنا مريسيحاً إذاً أنا مستدلق جانجي بورغان يردنا ألدتك سونة نام مريسيحاً نعم غزوة أنمار وبهي إليه قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهان قبل المشريق متطوعاً أنمار غزوة حق ديك بار جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما دا رواية قلنا دا أنمار غزوة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولولارا مشريق قيز لنا نفل نماز أقيت كل لنا كورجاً ما قبلو يو هذا ماسل لكن مشتر بيخارد أولولا نماز أقيت كل لنا نفل نماز غزوة الحديبية وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وبه إليه قال عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مغمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا بارا رضي الله عنه دان روايط قلندا سيزلر فتحنا مكة فتح ديب بلا سيزلر حقيقتتا مكة فتح حام بر فتح بولغن بيز إسا خدائبية كنندگى رزوان بيعتنا فتح ديب بلمز نبي صلى الله عليه وسلم بلان برگى 1.400 كشه إدك خدائبية بر قدوغ إدى بيز إن سونا بر قطر حام قالدرمى تارتب آلدك بو نبي صلى الله عليه وسلم ديب باربتا اوزاد اونين آلدقى كيلب لبغى اوتردلار كن بر إدشت سو أب كيلتردلار تهارات قلدلار كن آز چاقادلار و دواء قلدلار كن خالقين اونين إچگى قويلدلار اونا بر آز قالدردك كن او بزگى اوزمز وولولارمز استغانجا سو چخارب درده رسول الله عنه ديب بيهي إليه قال عن جابير رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه أنتم خير أهل الأرض وكننا ألفا واربع مئة ولو كنتوا أبصر اليوم لأرأيتكم مكان الشجرة جابير بيهي إليه قال عن سوويد بن نعمان رضي الله عنه قلده من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسحابه سويد بن نعمان رضي الله عنه قلده هؤلاء أنا چينب چينب يهيشترد لهم نعم سويدا وبه إليه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت عليها الليلة سورة لهي أحبب إليها مما طلعت عليها الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا زيد بن أسلم رضي الله عنه أتسلم رواية قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر لرنبرة تندى كتئتين إدار عمر بن خطاب هم وزد بلان برقى كتئتين إدار عمر بن خطاب وزدتن نمى در حق تسورغن إدى رسول الله صلى الله عليه وسلم انجا جواب برمدلر سن ينى سورغن إدى ينى جواب برمدلر سن ينى سورغن إدى ينى جواب برمدلر سن ينى سورغن إدى ينى سورغن إدى ينى سورغن إدى ينى جواب برمدلر العسل الله عليه وسلم برمد Detم That Nagit سورغن لديه سورغن إدى det relax pen accomد سورغن كل در سورغن إدى قسمvä سبحان الله سبحان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين فقال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال عمدوا على اسم الله مسوار إبن محرمه ومروان إبن حكمدن رواءت كلنيدى هر بره شيريجي قوشمجي قلوب ايتهدى نبي صلى الله عليه وسلم خده بيه يلي سحابالردن ميندن عطاق كشابلن يولجه چقدلر زل خلائفه جيلجه ده هديلره جيلجه الگه اسيب إشغار قلدلر وو شيردن عمره جيلجه احرام بغلدلر خزا عليك بر ايغاقشالرين جونتدلر نبي صلى الله عليه وسلم يولجه دعم اتدلر نهائت أشتاد قولجه ايغاقشالر اوزاتك كليب قريه سيزجي قرش جاوالر تابلابده احباشلرين تابلاب قويبده اوالر سيز بلان جاين کلماقشي سيزنى بايتدان توسشمكشي قايتارشمكشي ده شنده اوزات اي ادامنمار منجي مسلحات بريندر بزنى بايتدان توسماقشي بلغن مانوالرنين اهلو ايالي بولا چاقالرنين ازيغاقشمجي نمه ديه سيزلر إذا كنت إذا كان ذلك يسسايا الله عز و جلّا ايغاقشنا نشريك إلى تطسكن بولد اكس حالة إلاني حانا ويران قلق تشلب كتاميز ددل أبو بكر أي الله عندي الرسول سيصنع هجكما نهو المعكسي يمزسيز هجكما نهو رشعه محسيز منشو بيتنا قسط قلق شقانسيز خلق الهندي ذلك يسسايا الله عندي كن بزنة تطسسا نهي قرش جن قلاميز دد لقد لقد شخط بإمكانهم بذلك. ماذا يقولون أننا الشخص من المسلمين لتقصد عباش قصير أحباح المسلمين ما شروع بليه نامسي 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 ما شروع بليه نامده نامسي مجم треть والم Soami أحياناً يقولون بذلك يا إبن أكوى اي جلدينما ايدي مرحمة لبول وهذا ما يقعدنا رسول الله عليه وسلم مدينة كرغنمزجا من أجل أجل دعوه وغزوة خيبر وبيه إلهي قال عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلا الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلى فقال رجل من القوم لعامر رضي الله عنه يا عامر ألا تسمعنا منه نيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا حداء فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قال عامر بن الأكوع قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمس الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم حمر الإنسية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها قال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ما لك قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله وفي رواية نشأ بها سلمة إبن أكواء رضي الله عنه دان رواية قلنة نبي صلى الله عليه وسلم بلان برقى خيبر طمان كتسى يور يوردك قومدن برقشى عامرغى اي عامر بران نمى ايشتايلك ديدي عامر شاير عدم ادي تشياب قومге خرقى يقل باشتايلد سن بلمسن اللهم تبمس اديك هدايت نا سدقى نا نماز قلمس اديك إبادت برچه فيدائين سنين أيلى بزني مغفرد دشمن آلده بزني سابد قدم قل ألبد ÜSTمزге تشيرغن حاطر جمدهك سكيند بزني أولار چارلسا باش تارتمز نحايت أولار بزجة حيقرب أيلدي قسطو غارات شندى رسول الله عليه وسلم بو باشلوكي كم ددلر أمر ابن أكواء ديشتين أولاد الله أولا رحمتكي ألسن ددلر شندى قومدان بر كشة أولا شهدات واجب بولد أي الله نبيس بزنى أولا بحرامان قلب ترسانجز بولمس مدى ددى خيبارجة كيلر أولارنا قمال قلدك يهود قبيلسن قطتك واجبتك كين الله تعالى أولا خيبارن بزجة فتح قربيل فتح نسيب قلغن كنى أرفاستى كتكرغج أداملر قلخان يوكشت نبي سلال الله عليه وسلم بو أولولار نمى نمى جة أتواق يapsدلر ددلر جوش بشيرش اشن ديشت قندي يجوش ددلر خونكي إشكتين جوشت ديشت نبي سلال الله عليه وسلم بولارنى قزاللارنى توكينلر وسندرد تشلينلر ددلر برقشي أي الله عن رسولة أولارنى توكين كين يوب تشلينمز مي ددل أوزاد يوكشن ديقينلر ددلر أمردين قلشي كالتا إدام أداملار سفلنجج أو بر يهودينين بالدرجة زربة بيرش اشن قلش سلد ديكين اشن جوشي قائتب تززززززززززززززززززززززززززز請 أما أنه يقولون أنه يقولون أنه يقولون أنه يقولون أنه يقولون أن الله صلى الله عليه وسلم يتم تقدم في الصلاة وزاد هنا فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الظرية وزاد هنا فقتل النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلوك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلا يا رسول الله في داك أبي و أمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله أبو موسى إشاريح رضي الله عنه دان روائت قلند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبارجة غزاد قلجنلر دا يوكي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبارجة قرب يرگنلر دا أدام الله بروادين تبسيكي كيلب قريشتا وعوازلارين بلان كتراب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ديب تكبر أيتشتا شنونا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزينغزجة رحمينغز جلسن أخير سيزلر كارجة هم غايبكة هم دوا قلما يبسيزلر سيزلر أتا يقن و أتا إشتوكي بلغن زاتك دوا قلماكتا سيزلر ألبتة او زات سيزلر بلان برگا در رسول الله صلى الله عليه وسلم مينغن أولونين أرطا دا يدن اوزات منين لا حولة ولا قوة إلا بله ديئتكاريني ايشتب اي أبد الله إبن قائس ددن ألبتة اي الله من رسولة ددن اوزات سيزلر بلغن بر كلمانا ايتأي مى ددن ها اي الله من رسولة اتا أنم سيزلر فدابلسن ددن شنونا اوزات لا حولة ولا قوة إلا بله ددن وبه إليه قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكرهم ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه فقال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة مهم حديث قريرا سهل ابن سعد سعيد رضي الله عنه دن روايط قلنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مشريكي لر بلان توقنشب إكتماعاً جنة فيما يبدو للناس حتى اليوم لا يوجد أن يكون هناك فلانشالك شخص يوجد. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حي ، هذا هو دوزح أهلدان ، قالوا بصحابي حقوقي. قلندان برقشي ، مين انجى حمراحمن ، ديدي دى ، بلان برقى چيخد. قاكان توخدسى برقى توخدار ، تزلسى برقى تزلرد. بأيقى عدام قطيق يرادار بولد. الآن برقى أولشك شاشلد. قلتنين دستسنين يرغى ، أجنى كوكسيقى قويدى. لكن قلتنين قلتنين اغرلقيني ساليب ، أوزنى اولدردى. بأيقى كشي ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حزورلرغى چيخيب ، قواقلق برمانكي ، سيز اللهم رسوليسيز ، ديدي ، موساط نمى بولدى ، ديدي ، بأيقى كشينا دوزح أهلدان ديب زكير قلغان ادينغز ، عداملرغى بو اغر كيلدى. شنون من ، من سيزلرغى بونا بلبي برمان ديديم دى ونين كتدان چيخدم ، كين أو قطيق يرالاندى ، اغرقى تيدى أولمى ، أولمغى شاشلدى. قلتنين دستسنين يرغى ، أجنى كوكسيقى قويب ، كين قلتنين قلتنين اغرلقيني ساليب ، وزنى اولدردى. شنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ديديلر. بر كشي ، أداملرنين نزاردى ، كنت أهلين مرات ، وقالتنين دوزح أهلين بلدى. بر كشي ، اداملرنين نزاردى دوزح أهلين مرات ، وقالتنين دوزح أهلين بلدى ، وبيه إليه قال وفي روائتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، قم يا بلال فأذين ، ألا يدخل الجنة إلا مؤمن ، إِنَّ اللّه يُأيِّدُ الدينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ أبو هريره رضي الله عنه أيتادى. بيس حيبار غزاتتا قطناشتينيك. رسول الله عليه وسلم ، اوزلال بلان برغي بلغيالردان إسلامنا داوا قلالدغان بر كشي خصوصة بيس بو دوزح أهلين ديدلر. برش باشلنجاندى حاليغي كشي جودة قططق جنقل بجراءاتلار كوبيب كتدي. بازا أداملرنين شبهكت ششيغة سالقالدى. شبهكت حاليغي كشي وبيه إليه قالعن سلمة بن الأكوعي رضيك وبيه إليه قالعن سلمة ابن الأكوعي رضيك سوب ، وبيه إليه قالعن سلمة بني الأكوعي رضيك لخوضة وبيه يتخل أن ينتقل بروقعنا كلاود كلاود ، سلين يمثل وفقاً الله وفقاً معلونه وفيه إليه قال عن سلمة بن الأكوَى رضي الله عنه قال ضربتوا ضربتا في ساقي يوم خيبرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفف فيها ثلاثة نفثات فَنَفَسَ فِيهَا فَلَا فَنَفَسَاتٍ فَمَشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ وَبِهِ إِلَيْهِ قَالَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال أَقَامَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةِ فَدَعُوتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالْسَّمْنِ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّ ارْتَحَلَا وَطَّعَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابِ اَنَسَ رَضًا عَنْهُ عَنْهُونَ شُنْدَي دَيَتْكَنِ اَشْتِكَنِ اِكَنْ قُنَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُونَ شُنَدَي دَيَتْكَنِ اَشْتِكَنِ اَكَنْ نَبِي صلى الله عليه وسلم خَايبَر بلان مَدينَ لَيُنْ اُرْتَصَدَ إِحْجَا تُرُدَلَامِ شُو يرده او زاد سَفیه بلان қوشتدوار مَن مُسلمونللار أنه او زادنين وَلِيمَلَرَرْجِكَ اندوه نَا نَام، نَا گُشْت بلده وقال قومي بالنقال عن التقجب إن قليمي Permov يعيو過 ته 맞아 So 오히려 هذية كان يؤمن لهذا الأ affinity يوضع關係 بالأوزائ 그래요 BUT إذا كنت أفضل أطور سمع استطعت أن اتغالقا استطعت أن الشميع الايدase ظروب للأطلاق debido fitrov أنتهت بح 행복 وبهي إليه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية علي بن أبي طالب رضي الله عنه دن روائد قلنه ده خيبر كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوالر متعة سدن وخاناك إشك قوشتني يشتن قيتردلات متعة أيالنا معلوم مددك كلشلغن مبلغ إيوازك نكاحك أولش بنده نكاح أشبو وباشق دلللر أساس ده حرام أصبنه ده وبهي إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين ولل راجل سهما عمر بن عمر رضي الله عنه ما دن روائد قلنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر كنا أتكا 2 ألش يعني أتلك كشيك بيودة بر ألش تقسم قلنه ده نوفيه بني اضاح لب كشينين أتبولسة 3 ألش أتبولمسة بر ألش بلگن ده وبه إليه قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في ثلاثة وخمسين من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر آل حبشية هذه آل بحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فخضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو قالت في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم ولهو لأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرة أبو موسى رضي الله عنه دن روايط قلنده يمنده يدك نبي صلى الله عليه وسلم يولغي چقالرنين حبارة يتب كلده من ويكي أكام قوممزدن 50 نيشي يمكشي يا 50 أو 3 يا 52 كشي بلن او زد طمان هجرة قلب چيخده من أولارنين كيخيغي إدم بره أبو برده باشقاس أبو رهم إده مككيغي أطلانه بر كيمهي ميندهك كيمهيز بزنى حباستانده نجاشي طمانغي أليب بارد تشلده جعفر ابن أبو طالب بلن توغر كيليب قلب كين او بلن تردهك آخرى حمممز برگى مدينة كيليب نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نين خيبارنة فتح قلغن پايتلرگى توغر كلممز بازا أداملر بزجا يعني كيمه أهلغى بز هجرتتا سزلردن اوزب كتديك ديشتا أسما بنتو أميس نبي صلى الله عليه وسلم نين جفته حلاللار خبسانا زيارات قلش او نين ألدهك كريبتا او بز بلن کلغن لردن بولب مهاجر لر بلن نجاشي تامان هجرت قلغن اده شبايت أمر هف سنين ألدهك كريب خاربتا أسما أونين ألدهك اكى أمر أسما آنه كورغن زهات كيم بو ديبتا أسما بنتو أميس ديبتا او أمر حباستان دي بولغن مو بو دنگزدن دنگزده كيلغن مو بو ديب أسما ها ديبتا بز هجرتتا سزلردن اوزب كتديك بز رسول الله صلى الله عليه وسلم گى سزلردن كورى حق ليراقمز ديبتا او غزبلنب كتب الله كي قسمكي أسلا سزلر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برغي بولدينگز اوزات اوشلارنگزدن تامانتردلر جاهلارنگزدن وازقلدنب بز بولسا حباستاندى نسيبامزدن ازاقلرنين دينمزنو ياقترمائدگى اللرنين ديارده ياكي يرده ديبتا لتبعي بأسنا صبر الله صلى الله عليه وسلم بلن. الله كي قسمكي نمى ديгانينگزدن رسول الله صلى الله عليه وسلم گى برمكدن شا هش نرسى يميمن هش نرسى ايش ميمن بز اعذار شكار اديك қورقود اديك بنوا نبي صلى الله عليه وسلم گى برم ووزاتتان سرأيمن الله كي قسمكي يالغن گفرميمن ادىش ميمن وبن نجل قوش ميمن حم يهمى ، على الرسول SAR . يمكنني للمignantعي وبنية. قال حيث عني أغفل أنك أبي هكالي يمتلك أغفل أنك أانتما مريد أغفل أنني أثير لك لا تصقر مريد من الأحياء لأنه هناك شركة مريد سيادي يدي أحياء لكي أهلين لكي أحياء يقول أسما أنه خير أبو موسى وكي أحياء المهارين انتباب معي. سماع الحديث عن المصطفى بإيه قد رجعنا حصول الشفاف عنه أخاذنا الهدى والرضا ومنه عرفنا الرضا والوفا ونقل الحديث بلا مضر وكؤوس تدار لشهر بالصفا وأهل الحديث هم الأولياء حل العناية والاصطفا فلا ترغبن إلى غيرهم وإما وهل قول أو زخرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أذن لنا بذكره وأذن لنا بطاعته وجمعنا على ذكره وجمعنا على طاعته وأكرمنا بقراءته حديث سيدنا رسول الله وسماع حديث سيدنا رسول الله اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا اللهم ارزقنا فهما في كتابك ثم سنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدى به عنا حقك ويوجب لنا نافلة مزيدك اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم اجعلوا لهذا المساء صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا ونسألك خيري الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحدا من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك وعافيتك وسترك علينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم بارك في هذا المعهد وبارك في طلابه واحفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم وبارك بأساتذتهم وأشياخهم وزدهم علما وصحة وعافية وعملا وعناية وعرفانا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل منهم العلماء العاملين اللهم اجعلهم من العلماء العاملين والأولياء العارفين يا رب العالمين واحفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم واحرسهم بعينك التي لا تنام يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة